ما عليش يا كابتن الناس في المقاطعة عشان الشيء بالشيء يا أسكر ما تيجي معيد صياغة الجزء ده من الكلام في صيغة سؤال في الظروف العادية كان هتبقى الإجابة عليه بنسبة لحد زي حضرتك من أسهل ما يمكن بس أنا مش عارب بقى إيه المرة دي هيكون وضعه إيه هو منتخبنا لعب ماتش أنجولا وماتش الجابول بأي خطة ما هو أنا أعز أقولك أنا أسأل الانتسابة دي إجابة كافية من صيغة كبّلوا بقى كلامك أصلا لا أصلا الإجابة اللي أنا أعز أقوله لك إيه أنت الصراحة ما كانش ديك شكل في المباراة يمكن أنا بتكلم على المباراة أمس أنك أنت في الجابون أنت ملاعب تلاتة بندرة أو تلاتة فوصة الملعب أنا شاف أن التلاتة فوصة الملعب كانوا وقفين بمعنى اللي هو فيه يعني تقاه برجامد قوي نص الملعب راح منك في الجابون فلت الجابون عملوا مباراة من أعلى المباراة اللي عملوه عليه أنت اللي ديتهم الفرصة الحاجة التانية أن عيزان محمد صلاح مع محمد شريف مع مجدي أفشا في نفس الوقت برضو فيه بعد ما بينه وما بين نص الملعب فما بقاش ليك تواجد هجومي وما بقاش ليك تواجد في نص الملعب وبالتالي الخطورة جات عليك على المدافعين الحاجة المهمة أن الناحية اليمين يبدو أن الكابتن حسين كان بيأمنها لكن كان بيلعب بعمر جابر ووراء أحمد توفين ما حسيتش أني بالعكس دي كانت السغرة اللي عندنا وفرقة الجابون كانت بتلعب من ناحية الحاجة التانية حمدي فتحي وعمر السلية لما كان حجازي والوينش كانوا بينزلوا لتاحت كانوا بيعملوا أمط معهم فكانت سعيبين نص الملعب فأنت تحس أن الفرقة ما كانش فيها عدم منتزاد هنرجع أن أقول الإيجاد أنا ما بحملهاش على الإيجاد أرجوه بس في عجالة خلاص وقتنا بيوشك على الانتهاء يعني في آخر الكلام اللي أنا عايز أقوله لك أداءنا كان سيئ في المبارياتين دي حقيقة بس كان نتيجتنا طيبة جدا في المبارياتين بمعنى أنت عندك أربعة من الفرقة اللي ورات عندها تلاتة ليبيا النهاردة بكرة في مبارات ليبيا وأنجولا دي هتحدد حاجات كتير قوي وبعدين هندخل على مبارياتين ليبيا إن شاء الله وفي الآخر احنا بنقول أن يجب أن احنا نستفيد من الدرس بتاع الدوري اللي فات فترة طويلة قوي تلعب الدوري لازم نعرف أن احنا نفضي أجنتتنا الدولية للمنتخبات أو للمنتخب علشان نقدر نجاب المنتخبات اللي بقت في الوقت الحالي أقوية جدا إن شاء الله